دلوقتي المشاهدين معد مجز الأهم الأخبار مع دينا شكرا لك شازلي الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت تيجرينتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم طلق الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأوضح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية أن الاتصال تناول التشاور بشأن جود احتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والتوافق على أهمية حاث كافة الأطراف على الوقف الفوري للمواجهة والعنف وأضاف المتحدث أن الرئيسين السيسي وأردوغان توافق على أهمية تجنيب تعريض المدنيين للمخاطر وإزهق الأرواح آخذنا في الاعتبار ضرورة حماية المدنيين وتأمين الأوضاع الإنسانية الملائمة لمعيشتهم وحياتهم كما أكد الرئيسان السيسي وأردوغان ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي وتطبيق حل الدولتين استنادا إلى المرجعيات المعتمدة ومقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان على أهمية ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة وتغليب صوت العقل ومصر التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منعا لتظاهر الأوضاع الأمنية والإنسانية وخروجها عن السيطرة جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاها الرئيس السيسي من ولي العهد السعودي حيث تم التوافق على مواصلة تشاور والتنصيق بين مصر والسعودية خلال الفترة المقبلة لتأكيد رؤية العربية بشأن القضية الفلسطينية والتي تتمحور حول تحقيق التسوية الشاملة والعادلة على أساس حل الدولتين وفق مرجعية الشرعية الدولية وهو الأمر الذي يتطلب التهدئة الفورية ووقف المواجهات العسكرية في جميع الاتجاهات أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيل الضحايا قصف العضوان الإسرائيلي على قطع غزة إلى 704 شهداء بينهم 140 طفلا و105 نساء وأخلت وزارة الصحة الفلسطينية أن تواقم الطبية في المستشفيات استقبلت أيضا 3726 مصابا منذ بداية العضوان الإسرائيلية كما أكدت الوزارة أن إسرائيل تتعمد قصف المستشفيات والإسعاف مناشدة المجتمع الدولي التحرق لوقف العضوان الإسرائيلية ترجمة نانسي قنقر أعلن المكتب الأعلامي للحكومة الإسرائيلية أن أكثر من 800 إسرائيلي قتلوا فضلا عن 2600 إصابة بينهم حالات خطرة وقال المكتب الأعلامي أن عدد الرهائن بقطاع غزة بلغ 150 إسرائيليا تعقد جامعة الدول العربية اجتماعا طريقا غدا على مستوى وزراء الخارجية وأوضح بيان الجامعة أن عقد هذه الدورة غير العادية للمجلس جاء بناء على طلب دولة فلسطين لبحث صبر التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العضوان الإسرائيلي على غزة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن التزام الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بالقضاء على التهاب الكبد الوبائي سي كان أحد العوامل وراء نجاح جهود القضاء على الفيروس وقال الرئيس الوزراء خلال كلمة له في احتفالية تدويج مصر كأول بلد يبلغ المستوى الذهبي في مصاري مكافحة فيروس سي قال إن خبرات العقول المصرية التي ساهمت في التغلب على هذا الوباء الفتاك تقف على أهبة الاستعداد لمساعدة دول العالم في استنساخ تلك التجربة غير المسبوقة مؤكدا التزام الحكومة الكامل بالحفاظ على هذا الإنجاز وضمان استدامته بكافة السبل والبناء عليه لضمان تحسين المؤشرات الصحية للمصريين تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية ابتداء من التاسعة صباحا وحتى الخامسة من بعد ظهر اليوم وحتى يوم الرابع عشر من أكتوبر الجاري وكان رئيس حزب الوفد عبدالسند يماما قد تقدم أمس بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية ختام موجز الثامنة فاصل ونعود لحضركم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يوم الصد